أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن حملتها التي تهدف إلى تنظيف شرقي الفرات من خلايا داعش التي بدأت بالتحرك بعد الإعلان عن نهاية التنظيم وأكدت قيادية في قوات سوريا الديمقراطية أنهم قاموا بتدريب نحو خمسة آلاف مقاتل للقيام بمهمة القضاء على فلول التنظيم بمساعدة من التحالف الدولي حيث تم إلقاء القبض على نحو خمسة وثلاثين شخصا من أفراد التنظيم بالإضافة إلى أسلحتهم التي كانوا يستخدمونها لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بدأنا بهذه الحملة منذ الخامس عشر من الشهر الجاري بعد الانتهاء من تنظيم داعش الذي حاول زعزعة الاستقرار في المنطقة حيث قام التنظيم بتفعيل نشاط خلاياه النائمة ليعادة الفكر المتطرف إلى المنطقة حيث شارك في الحملة خمسة آلاف مقاتل متدرب وقمنا بمصادرة مجموعة من الأسلحة التي كانت بحوزتهم طياران التحالف أيضا بدوره قام بالتحرك والمساعدة لإنجاح الحملة